اشتركوا في القناة ورد التقدم لخطة البناء والتطوير ورفض المسيرة التنموية الشاملة بمزيد من الفرص للامفتاح على أثاق رحبة تعزز من المكانة المتقدمة التي تتبوأها مملكة البحرين في البجال العلمي والمعرفي وتعبر عن امتدادها الحضاري العريق وأشادت معاليها خلال الزيارة بمكتبة زكاة العلم التي تمثل منبرا يضيء الطريق لطلاب العلم ومحفزا لاكتساب المزيد من المعرفة التي تساندهم خلال مسيرتهم التعليمية وتدفعهم نحو التفوق والتميز مثمنة على ما تحتويه المكتبة من مراجع علمية وثقافية يستفيد منها طلبة المدارس مؤكدة معاليها حرص مجلس النواب على دعم المسيرة التعليمية ومساندة القطاع التعليمي وتوظيف الأدوات التشريعية لتحقيق تقدم المنشود لمسار التعليم الوطني من جهته أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المشروعات المعرفية والثقافية في المؤسسات التعليمية تشكل دعما مهما وأساسيا للمناهج الدراسية وتعزز التحصيل العلمي لدى الطلبة مشيدا بالنهضة التي يشهدها قطاع التعليم في مملكة البحرين ونوهم عليه بمبادرة مدرسة بيان البحرين في إنشاء مكتبة متكاملة لتحفيز الطلبة على القراءة واكتساب المزيد من المعارف والمعلومات مشيرا إلى أن تنوع مصادر العلم والمعرفة يسهم في بناء جيل مثقف وواعن بمختلف العلوم والمجالات ومن جانبها وجهت الدكتورة الشيخ مي بن تسليمان لاعتيبي رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين جزيل الشكر والامتنان لرئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى على هذه الزيارة مشيدة بدعم ومساندة السلطة التشريعية لكل ما من شأنه تطوير وتحديث القطاع التعليمي في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر